اشتركوا في القناة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا هل الوسواس القهري علاجه عند معالج ام دكتور ده العنوان والموضوع ده مهم جدا لان بتحصل لخبطة واللخبطة دي طبعا بطبيعة الحال لما الانسان يشخص غلط النتيجة هتطلع غلط ده في اي مجال مش شرط مجال السحر عند المعالج ولا عند دكتور اذا كان مرض عضل الاصلا ان احنا نشخص صح ونعرف حالتنا دي ايه يعني مثلا لو عندي ولد او بنت مصاب بالوسواس القهري اعمل ايه نعمل ايه الامر ده يعني سبحان الله العظيم اولا بداية الوسواس القهري بينقسم الى يعني اكثر من قسم وسواس في العبادات يعني اذا توضى يشك انه هو توضى ولا ما توضاش اختسل مش عارف هو اختسل ولا ما اختسلش وهو بتوضى هو غسل العضو ده ولا ما غسلوش ده اسمه وسواس في العبادات خلي بالكو انا بتكلم معاكو يعني موضوع عام ومليان ودسم يعني بكلمكو دين وبكلمكو تفسير احلام وبكلمكو علاج بالقرآن الكريم كمعالج كل الكلام ده الحمد لله موجود يعني تخصصي شرعي وعلى باع طويل في القراءة في قضية العلاج بالقرآن الكريم ده غير تفسير احلام فهنا فيه وسواس في العبادات هو بيشك هو توضى ولا لا غسل العضو ده ولا لا ده اسمه وسواس عبادات فيه حاجة اسمها وسواس في المعاملات وفيه وسواس من الجن وده شغله مع ابن آدم بطبيعة الحال ده هو خلاص يعني إبليس من بعد ما رفض ان يسجد لآدم حلف لرب انه قال له اعزدك وجلالك فيما معنى الآيات يعني وذكرت فيه اكثر من موضوع قال له انا مش هترك ابن آدم وهعد لهم عن يمنهم عن شمالهم دمه من وره من فوق من تحت وعلى سرطة انا اعد لهم على الطريق ده فيما معنى الآيات فده اسم وسواس ده شغله وده لأي حد ده بخلاف الوسواس القهري وفيه وسواس روحي يسببه السحر نعمل يبقى التلات انواع اللي فاتهم وسواس عبادات وسواس معاملات وسواس من الجن طبعا وسواس من الجن ده ده لأي حد ده ملوش علاج انت تجاهد تجاهد نفسك يبقى حنا خرجنا وسواس الجن او ابليس لابن ادم ده نخرجه مش معنى في موضوعنا وسواس العبادات والمعاملات ده من الممكن ان الانسان يجتهد في وسواس العبادات اما المعاملات فده يتعامل معا بالورق او الالم علشان ما ينساش هو كتب ايه وما كتبش ايه ولا مانع في وسواس العبادات والمعاملات والوسواس الجن انه يروح لدكتور يدي له بعض الاشياء اللي تساعده على ذهاب هذا الوسواس نيجي بقى الموضوعنا الوسواس الروحي مين اللي يعالجه المعالج بالقرآن الكريم التفصيل ده مهم ممكن كتير من الناس تسمع الفيديو ده وتقولك ده كلام فارغ بس لا ما استفدناش حاونا دخل عشان ادور على تفسير حلم يقعد يقول لي وسواس معاملات وعبادات يا اخي خد المعلومة خد المعلوم فانت النهاردة علشان ما انتش عارف تفرق مثلا ما بين الوسواس ده والوسواس ده اروح للطب الاول انا اللي بقولك تروح للطب الاول روحت للطب وما لقيتش نتيجة زي منت مفيش تغيير كده ابدأ لجاء لمعالج وان شاء الله خير بازن الله تبارك وتعالى تظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته